إذاعة الرينة إذاعة إيرترية مستقلة يشرف عليها صحقيون إيرتريون مستقلون ويأتيكم بثها من باريس مستمعي الكرام طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافقة التاسع عشر من شهر يناير عام 2024 كما عودناكم دائما وأبدا مستمعي العزاء نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار ثم تتابعون بعد ذلك حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث والذي نسلط فيه اليوم الضوء على الحراكة الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي على خلفية توقيع متكرة التفاهم بين أثيوبيا وإقليم أرض السومال من خلال قراءة لما قال كتبه الباحث في القرن الإفريقي عبدالقادر محمد علي تحت عنوان تحالف بالقرن الإفريقي هل يشكل ميلاد تحالف مناوئ لأثيوبيا وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم المستمعون الكرام فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أبتدئها بالعناوين الإيرتريون في أوغندا يسهمون في إنعاش الاقتصاد الأوغندا بمئات الملايين من الدولار سنويا إنعقاد قمة الإيقادة الاستثنائية في أوغندا لبحث الأزمة بين الصومال وأثيوبيا والوضع في السودان والولايات المتحدة الأمريكية تقول إن الاتفاقية البحرية بين أثيوبيا وأرض الصومال تشكل تهديدا للأمن القوم الأمريكي كانت تلكم سيداتي سادتي عنوين الأخبار وإليكم التفاصيل من إذاعة إيرنا الدولية في باريس تشهد العاصمة الأوغندية كامبالا تزايدا ملحوظا في عداد اللاجئين الإيرتريين وتشير التقارير إلى أنه بسبب اندلاع الحرب في السودان بالإضافة إلى الاعتقالات والتجاوزات التي يتعرض لها الإيرتريون بشكل مستمر في أثيوبيا شهدت الحدود الأثيوبية الكينية عبورا لآلاف من اللاجئين الإيرتريين متجهين إلى أوغندا وتفيد المعلومات التي تحصلت عليها إذاعة إيرنا من العاصمة الأوغندية كامبالا بأن المدينة أصبحت في الآونة الأخيرة مكتظة بعداد كبير من الإيرتريين مشيرة بأن هؤلاء الإيرتريين يسهمون بشكل فعال في الحركة الاقتصادية من خلال مزاولة الأنشطة التجارية المختلفة وتعتبر أوغندا حاليا وجهة أساسية لمعظم اللاجئين الإيرتريين ونقطة تجمع رئيسية للراغبين في إجراءات لما الشمل والتوطين في بلد ثالث وكانت تقارير منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ذكرت في العام 2022 بأن عدد طالب اللجوء من الإيرتريين في أوغندا بلغ 27 ألف شخص وأن العدد المذكور لا يشمل الإيرتريين الذين دخلوا أوغندا بجوازات ويقيمون فيها بشكل رسمي وقد استفادت أوغندا التي لا تشترط لدخول الإيرتريين أراضيها تأشيرة مسبقة من نشاطات الإيرتريين في المجالات المختلفة مثل السياحة والفندقة والنقل والتحويلات المالية ما يقدر بمئات الملايين من الدولارات سنويا عقدت في العاصمة الأوغندية كامبالا أمس الخميس القمة الاستثنائية الثانية والأربعين لقادة دول الهيئة الحكومية للتنمية الإيقاد لمناقشة الأزمة السومالية الأثيوبية بالإضافة إلى الأوضاع في السودان وغاب السودان عن حضور القمة التي دعا إليها الرئيس الجبوت اسماعيل عمر جيلي الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للإيقاد في الحادي عشر من يناير الجاري وكانت الخارجية السودانية قد أعلنت قبل يومين من إنعقاد القمة بأنها أوقفت الإنقراط وجمدت التعامل مع الإيقاد في ملف الأزمة الراهنة في السودان وقال وزير الخارجية السودان علي الصادق في رسالة بعث بها إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جبوتي بأن القرار جاء نتيجة لتجاوزات الإيقاد في إدراج الوضع السوداني في القمة الاستثنائية الثانية والأربعين دون التشاور معه وذكرت الخارجية السودانية في بيانها أيضا أن دعوة الإيقاد لقاء قوات الدعم السريع محمد حمدان دقل حميتي إلى القمة يعتبر سابقة خطيرة في تاريخ الإيقاد والمنظمات الإقليمية والدولية وانتهاكا لسيادة السودان ومخالفة جسيمة لمواثيق الإيقاد والقواعد التي تحكم عمل المنظمات الدولية والإقليمية وفق البيان ويرى المراقبون أن السودان بات مهددا بالدخول في عزلة دولية وإقليمية جديدة جراء المواقف الحادة التي يتخذها سواء عبر تجميد العلاقات بكيانات إقليمية مثل الهيئة الحكومية للتنمية الإيقاد أو رفض التعاطي مع هيئات وبعثات أممية حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من أن الاتفاقية البحرية التي أبرمتها الحكومة الأثيوبية مع رئيس أرض السومال تعتبر تهديدا للأمن القومي جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم مجلس الأمن القوم الأمريكي جون كيربي للصحفيين الثلاثاء حيث قال بأن اتفاقية الميناء البحر بين أثيوبية وأرض السومال التي شكلت إدارتها الخاصة بشكل منفصل عن السومال تقوض الحرب الدولية ضد الإرهاب وقال المسؤول الكبير في إدارة بايدن إنه يدعم احترام سيادة السومال ووحدة أراضيه وأشار جون كيربي أيضا إلى أنه إذا اعترفت أثيوبية بزعامة أرض السومال كدولة لتنفيذ اتفاقية الميناء فإن ذلك قد يعيق القتال المشترك ضد حركة الشباب في الصومال ويخشى أن يؤدل اتفاق الذي وقعته أثيوبية مع حكومة أرض السومال إلى مزيد من الاضطرابات والصراع في منطقة القرن الإفريقي التي تعاني بالفعل من الحرب والجفاف وفي الوقت نفسه منعت رحلة الخطوط الجوية الأثيوبية من أثيوبية إلى هرقيسة من عبور المجال الجو السومال من قبل الحكومة الفدرالية السومالية وهو ما عده المراقبون التصعيدا جديدا في أزمة البلدين بهذا أصلوا إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات كما أسلفت في بداية البرنامج تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث والذي نسلط فيه اليوم الضوء على التحركات الإقليمية بشأن الأزمة بين أثيوبية والصومال على خلفية توقيع الأخيرة لمذكرة التفاهم مع أقليم أرض الصومال في مطلع يناير الحالي وهل يمكن لهذه التحركات أن تخلق حلفا جديدا مناوئا لأثيوبية في المنطقة هذا ما سنتطرق إليه في هذه الحلقة من خلال قراءتنا لما قال كتبه الصحفي والمحل في شؤون القرن الإفريقي عبدالقادر محمد علي تحت عنوان تحالف بالقرن الإفريقي هل يشكل ميلاد حلف مناوئ لأثيوبية والذي نشر على موقع الجزيرة نت في الثالث عشر من يناير الجاري نتابع سويا إذاعة إيرينا صوت مستقل لإيرتريا أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات لا يزال صدى توقيع مذكرة التفاهم بين أثيوبيا وإقليم أرض الصومال طافحا على سطح الأحداث في منطقة القرن الإفريقي التي تشهد حراكا دبلوماسيا في محاولة لتقويض الاتفاقية ومنع أثيوبيا من الوصول إلى منفذ بحري فقد عقدت جامعة الدول العربية اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية عبر الدائرة التلفزيونية فيديو كونفرنس لبحث تداعيات مذكرة التفاهم على سيادة الصومال ووحدة أراضيه وشهدت العاصمة أسمر الأسبوع الماضي وصول الرئيس الصومالي وأيضا شهدت وصول وفد مصر رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية سامح شكري وهي المرة الأولى التي تشهد فيها العلاقات الإيرترية المصرية نوعا من التعافي بعد فتور دام لفترة طويلة إذا استثنينا وصول الرئيس الإيرتري إلى القاهرة في يوليو الماضي بناء على الدعوة التي قدمها الرئيس المصري لحضور قمة قادة الدول الجوار السوداني وهو ما قد يوحي ببزوغ فجر جديد في علاقات البلدين في ظل تقاطع المصالح التي فرضتها التطورات الأخيرة في المنطقة من خلال نشوء تحالفات جديدة ضد الخصم المشترك لأسمر والقاهرة حاليا والمتمثل في نظام أبي أحمد وذلك لخلق توازنات مغايرة في المنطقة من خلال انهيار الحلف السابق بين الدول الثلاث إيرتريا وأثيوبيا والصومال لتحل مصر محل أثيوبيا في خارطته الجديدة حول هذا الموضوع مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات نقدم لكم اليوم قراءة لموضوع كتبه الصحفي والمحل في شؤون القرن الإفريقي عبدالقادر محمد علي والذي نشره موقع الجزيرة في الثالث عشر من يناير الجاري تحت عنوان حراكم بالقرن الإفريقي هل يكتب ميلاد تحالف مناولي أثيوبيا؟ فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا يقول عبدالقادر محمد علي لا تزال تداعيات توقع مذكرة تفاهم بين إقليم أرض الصومال الانفصالي وأثيوبيا تتواصل إقليميا وداخليا ويرجح مراقبون أن تصفر خطوة أديس أباب الأخيرة عن تشكيل تحالف ثلاثي بين الصومال وإيريتريا ومصر لتطويقها والضغط عليها لمنعها من إيجاد موطع قدم لها في مياه البحر الأحمر وفي المقابل يعيش المجتمع في إقليم أرض الصومال الانفصالي حالة من الانقسام الحاد إزاء التفاهم الذي أبرمه رئيس الإقليم موسى به عبدي مع رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد والذي تعترف بموجبه أثيوبيا باستقلال الإقليم في حين يمنحها الأخير الفرصة للحصول على منفذ وقاعدة عسكرية بحريين وفي إشارة إلى خريطة التحالفات التي يعمل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على رسمها حطت طائرة في الثامن من يناير الحال في مطار أسمر الدولي في العاصمة الإيريترية في زيارة عمل استغرقت يومين اختيار إيريترية كأول واجهة خارجية لحسن شيخ محمود منذ اندلاع الأزمة لم يخرج عن نطاق التوقعات فالرغبة الأثيوبية بالوصول إلى البحر تمثل عامل قلق مشترك لمقديش وأسمر التي تعيش علاقتها مع الديس أبب توترا مكتوما بلغ ذروته مع تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي التي أكد فيها حق بلاده في الحصول على منفذ سيادي على البحر الأحمر وعمدت وزارة الإعلام الإيريترية إلى الرد على أبي أحمد دون التصريح باسمه مؤكدة أنها لن تنجر إلى مثل هذه الأزقة والمنابر في حين تحدثت مصادر عن تعزيزات عسكرية في الجبهة الجنوبية للبلاد تحوطا من هجمة أثيوبية على ميناء عصب الإيريتري ولم يؤدي توقع مذكرة التفاهم بين أثيوبيا وأرض الصومال إلى تهدئة مقاوف أسمر خصوصا بعد البيانة الصادرة عن رئاسة الوزراء الأثيوبية الذي قال إن أديس أبابا فقدت منفذها إلى البحر نتيجة خطأ تاريخي وقانوني بعد حرب أهلية ومؤامرات خارجية وإن الحكومة الأثيوبية تعمل منذ سنوات لتصحيح هذا الخطأ وهذه العبارات لم تجد صدا طيبا في إيريتريا إذ فصرت بأنها إشارة إلى استقلالها عن أثيوبيا في العام 1993 بعد حرب دامت ثلاثة عقود والتي أدت إلى جعل أثيوبيا أكبر الدول الحبيسة في إفريقيا ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث والذي يأتيكم اليوم تحت عنوان حراكم بالقرن الإفريقي هل يكتب ميلاد تحالف مناوي لأثيوبيا من خلال قراءتنا لما قال الصحفي والمحلل الإيريتري عبدالقادر محمد علي فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا هذه إذاعة إيرنا وفي المقابل شهدت العلاقات الصومالية الإيريترية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة حيث قام الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بتوقيع مذكرة تفاهم مع الرئيس الإيريتري أسياس أفورقي في يوليو عام 2022 تتعلق بتعزيز التعاون الدفاعي والأمني ويتوقع مراقبون أن تشهد المرحلة المقبلة تطورا أكبر للعلاقات الصومالية الإيريترية وأن تتوسع مجالات التعاون بين الطرفين ويرى المحلل السياسي الصومال نور جيدي أنه من المرجح أن يكون هناك توحيد لمواقف أسمر ومقدشو إزاء العديد من الملفات المتعلقة بالسياسة الخارجية ولا سيما الإقليمية منها ويضيف جيدي أن بلاده فتحت أول سفارة لها في إيريتريا في نوفمبر من العام الماضي من أجل تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من جانبه يعتبر المختص في شؤون القرن الإفريقي محمد خير عمر أن السفير الصومال في إيريتريا عمر إدريس يعد أحد كبار الدبلوماسيين في بلاده وأنه من المفاتيح الرئيسية لتطوير العلاقات الصومالية الإيريترية وفي تصريحه للجزيرة نت يؤكد عمر أنه وفقا للمعلومات الواردة من الصومال تعتبر مقديش قواتها التي تم تدريبها في إيريتريا هي أفضل ما لديها مضيفا أن الحكومة الصومالية تستثمر في إيريتريا لتدريب مزيد من الجنود وبدأت أسمر من دعهد الرئيس الصومال السابق محمد عبدالله فرماجو في تدريب آلاف الجنود الصوماليين على أراضيها حيث عادت الدفعات الأولى منهم أواخر عام 2022 وتشير تقارير إلى أنهم شكلوا جزء مهما من القوات المنخرطة في الحرب التي تخوضها مقديش ضد حركة الشباب منذ منتسف العام الماضي ويتوقع أن تشكل مهام التدريب التي تقوم بها أسمر في المرحلة القادمة نواة لتوسيع أكبر في التعاون الأمن والعسكر بين الطرفين وأن تصاعد الصراع بين أثيوبيا والصومال قد يؤدي بالطرفين إلى انتهاج حروب الوكالة كل منهما ضد الآخر ويتوقع محمد خير عمر وفق هذا السيناريو أن يقدم الصومال على مساندة جماعات المعارضة الأثيوبية وخاصة جيش تحرير الأرمو في جنوب أثيوبيا في حين يتزايد دعم إيرتريا لميليشيات الفانو الأمهرية في شمال أثيوبيا وتقاتل الحكومة الأثيوبية عددا من الفصائل العسكرية المتمردة من أبرزها جيش تحرير أرمو الذي أصدر بيانا عقب توقيع مذكرة التفاهم شدد فيه على ضرورة أن تتم مثل هذه الخطوات بموافقة الحكومة الفدرالية في مقديشو داعيا أرض الصومال إلى احترام مبدأ سيادة ووحدة أراضي الصومال في الاتفاقيات التي تعقدها ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث والذي يأتيكم اليوم تحت عنوان حراكم بالقرن الإفريقي هل يكتب ميلاد تحالف مناوي لأثيوبيا من خلال قراءتنا لما قال الصحفي والمحلل الإيرتري عبدالقادر محمد علي فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا إذاعة إيرينا صوت مستقل لإيرتريا وبالتزامن مع ذلك ترجح العديد من المؤشرات انضمام القاهرة إلى هذا التحالف حيث كان صوتها عاليا في رفض مذكرة التفاهم الأثيوبية مع عرض الصومال وأكد بيان صادر عن الخارجية المصرية ضرورة الاحترام الكامل لسيادة الصومال والتشديد على حق شعبه دون غيره في الانتفاع بموارده محذرا من خطورة التحركات والإجراءات التي تقوض الاستقرار في القرن الإفريقي ويفسر محمد خير عمر هذا الموقف بأن التنافس كان سمة العلاقات المصرية الأثيوبية وأن القاهرة لا تريد أن تكون أثيوبيا قوية تتمتع بإمكانية الوصول إلى البحر بالنظر إلى الخلافة المستعر بين البلدين حول سد النهضة الذي ترى فيه القاهرة تهديدا لأمنها المائي وتمثل الأزمة الصومالية الأثيوبية فرصة لمصر لإعادة تموضعها داخل منطقة القرن الإفريقي التي فقدت فيها القاهرة تدريجيا كثيرا من حلفائها وعوامل قوتها لمصلحة أثيوبيا كما أن تطورات الحرب المشتعلة في السودان تطلق أجراس الإنذار في مراكز صنع القرار في القاهرة خصوصا مع التقدم المستمر الذي تحرز قوات الدعم السريع المقربة من أثيوبيا على حساب الجيش السوداني مما يهدد بنشوء تحالف معاد لها على حدودها الجنوبية وفي هذا الإطار نشطة الدبلوماسية المصرية إذ توجه وفد عالي المستوى إلى مقديش عقب توقيع المذكرة كما وصل وزير الخارجية المصر سامح شكر إلى أصمرة إثر مغادرة الرئيس السومالي لها بيوم واحد والتقى الرئيس أفرق في الحادي عشر من يناير الحالي وقالت وزارة الإعلام الإيرترية إن الطرفين ناقشاء همية التشاور والتنسيق بينهما في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث والذي يأتيكم اليوم تحت عنوان حراكم بالقرن الإفريقي هل يكتب ميلاد تحالف مناوي لأثيوبيا من خلال قراءتنا لما قال الصحفي والمحلل الإيرتري عبدالقادر محمد علي فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا هذه إذاعة إرنا وفي سياق الموازي والقول لعبدالقادر محمد علي يعيش المجتمع في أرض الصومال على وقع انقسام حاد إذا الموقف من توقيع مذكرة التفاهم مع أثيوبيا حيث أعلن وزير الدفاع عبدالغاني محمود عاتي استقالته من منصبه احتجاجا على الاتفاق داعيا إلى التصدي لمشروع إيجار منطقة بحرية لأثيوبيا كما شهدت عاصمة الإقليم هرقيسة مظاهرات مؤيدة للاتفاق باعتباره خطوة نحو نيل اعتراف طال انتظاره وفي المقابل خرجت مظاهرات أخرى منددة بالاتفاق في منطقة أودل التي تحتضن الموقع البحري الذي ينوى تأجيره لأديس أبابا ويعتقد بعد المراقبين أن القبائل التي تسكن تلك المنطقة تساورها مخاوف من أن يتبع الاتفاق هجرة ملايين الأثيوبيين إلى أرض الصومال للتجارة مما قد ينتج عنه تغييرا دمغرافيا بالنظر إلى أن عدد سكان الإقليم لا يتجاوز أربعة ملايين في حين من المتوقع أن يصل عدد الأثيوبيين إلى 150 مليون خلال أقل من عقد من الزمان ويرى المحاضر في العلاقات الدولية في جامعة مقدش سيد والي عبدي أن التفاعلات داخل أرض الصومال لم تأخذ شكلها النهائي بعد نتيجة شح التفاصيل المتوافرة حول بنود مذكرة التفاهم مما يدفع العديد من الأحزاب في الإقليم إلى التشكك وانتظار التوضيحات من الإدارة الحاكمة ويعز عبد المظاهرات العارمة في مدن مختلفة متاقمة للساحل إلى أن سكانها ينتمون إلى قبائل لا تؤمن بالانفصال عن الصومال فضلا عن قبول إيجار أراضيهم لأثيوبيا مضيفا أن استقالة وزير الدفاع جزء من هذا المزاج الرافض للاتفاق الأخير ويشير عبدي إلى أنه قد يكون لجبوت المتضرر من مذكرة التفاهم تأثير مباشر على الوزير في اتخاذ قرار الاستقالة بحكم القرابة التي تربطه بالرئيس الجبوت إسماعيل عمر جيلي وأن الأخير بهذه الوسيلة يمارس الضغط على إدارة أرض الصومال للرجوع عن قرارها وتمثل جبوت المنفذ الرئيسي لصادرات وواردات أثيوبيا وهو واقع مهدد بالتغيير حال نجاح رجيسة وأديس أببا في الوصول إلى اتفاق استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة الأسبوع من برنامج تعليق على حدث في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار الإرتريون في أوغندا يسهمون في إنعاش الاقتصاد الأوغندا بمئات الملايين من الدولارات سنويا إنعقاد قمة الإيقادة الاستثنائية في العاصمة الأوغندية كامبالا لبحث الأزمة بين الصومال وأثيوبيا والوضع في السودان والولايات المتحدة الأمريكية تقول إن الاتفاقية البحرية بين أثيوبيا وأرض الصومال تشكل تهديدا للأمن القوم الأمريكي بهذا نصل إياكم السمعية الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إيران الدولية في باريس وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله